اليوم البنات سوف نتعطي معكم واحد الوصفة خطيرة والتي سوف تهنيكم من الشعر الزائد في الجسم نهائيا وللأبد وبدون ألم هذه الوصفة اللي سوف نشارك معكم اليوم مكون متوفر في كل البيت مكون سوف يهنيكم من الشعر الزائد بديل للليزر اي مكان عندك فيه الشعر تنوض حرش ومشوك وقوي يعني كتير هاد الوصفة هادي غتخلصك منه واحدة شي ضغباء ما غتعود تنبت من جديد هاد الوصفة هادي مجربة ومن أروع الوصفات اللي غدي نبارتج يوم معاكم صراحة كيجوني بساف تعليقات يعني كيطلبوا مني بحال هاد الوصفات وليوم غدي نشارك معاكم اللي بنات السر وصفة اللي انا مجرباها وكنستعملها غدي نبارتجيها معاكم كتحييد حتى ذيك الزروقية وذيك الكخولي اللي كتكون بحال تحت لقبطينه في أي مكان عندكم فيه الزروقية يعني اللي كتحييدوا منه الشعر ديروا هاد الوصفة هادي وتفكروا لي والله العظيم اللي غتراجعوا ترحموا لي عليها الوالدين من أروع الوصفات إلا بغيتي اختي تهني من شعر زائد في الجسم اليوم اجد لك الحل تبعين معايا لفيديو خلي واحد لايك وكذلك واحد تعليق زوين في حالك ومرحبا بكم معايا وغنبدعوها البنات أول مكون عندنا في الوصفة للمكونات بعدها أساهلين البنات غير ما المطبخ ديالكم تحيدوا شوية العقز وأجيوا تبعوا معايا الوصفة ودروها أول مكون عندنا في الوصفة كيف ما كتشوفوا معايا هو بياض البيض بياض البيض زوين في هذا الوصفة يعدي وغن ناخدو بياض بيضاء وحدة من بعد غن ناخدوه البنات الشبه الشبه راكم عارف ان الفوائد ديالها وهي موجودة يعني اي عطار مشيتوا عنده اي عشاب مشيتوا عنده هتلقوا عنده الشبه أول حاجة هاد الشبه عندها بزاف ديال الفوائد هي كتأخر من نمو الشعر يعني ما كتخليش الشعر يعني اللي كنحيدوه ما كتخليش ينبت يعني بسرعة هتأخر من نمو دياله كذلك مفيدة بزاف في الطبيض يعني كتبيض لنا المناطق اللي كيكونوا فيهم السواد زوينا البنات بزاف وكنتستعملها بزاف وغت جربوها هتعطيكم واح النتيجة اللي زوينا بزاف كنناخدو ملعقة صغيرة ديال الشبه مطحونة يعني كتاخدوها إما مطحونة او لا كتاخدوها ولكن من أحسن تاخدوها واطحنوها نتومة باش كتعرفو اشنو كتستعملو كنناخدو ملعقة صغيرة هنضيفوها على بياض وبيض وتنخلطوه مزيان كيف ما كتشوفو معايا حتى تيتخلط لنا ذكبيض البيض مع الشبه وهي تزمنها حتى البكتيريا والجراتيم انهم يتكاترون لنا في البشرة ديالنا فهي زوينة بزاف يعني كتنظف البشرة من بعد غلنا اخدو هناك كما كتشوفو معايا عندي انشا غلنا اخدو واحد لمعيلقة صغيرة ديال انشا ونخلطو المكونات كاملين مزيان بالنسبة لهذا الوصفة البنات اول حاجة راها تتقطيع للشعر الزائد في الجسم وعن تجربة وثاني حاجة راها كتبيض لك يعني اي منطقة استعملت لها هذا الوصفة دي كتطير ذك السواد والزروجية كل شيء كيتحييت كنخلطو المكونات مزيان ومن بعد ما يعني اه اه تينسجمو لنا هاد المكونات كما كتشوفو معايا في الفيديو غادي هنا ناخدو واحد المكونات إلا كان عندكم غادي تديروه ما كانش غا نعطاكم البديل ديالو غا تاخدو الدقيق ديال الحمص لبناس رائع فهذا الوصفة دي دقيق ديال الحمص كيف ما كتشوفو معايا الحمص يعني كيكون مطحون على شكل بفودرة اه تناخدو اما الدقيق بالحمص او لا كنعودوه بدقيق شوفعا كناخدو معيلقة تقريبا اه صغيرا اللي كتكون عامرا او لا دقيق شوفعا كيف ما كتشوفو معايا ونخلطو المكونات مزيان وحنا سنخلطو وذك الخالط يعني كينساجم معانا حتى تيولي على شكل كرام هنا بالنسبة للدقيق ديال الحمص هو تيعطينا واحد تقشير رائع للبشرة كدايك تيحيد الجلد الميت وتيقضي على الشعر الزائد اه بالاضافة لانه الدقيق بالحمص كيف ما كتعرفوه البنات راح تيبيض يعني مفتح مبيض ممتاز للبشرة هالوصفة هادي البنات راها زوينة بزاف ومن بعد ما جربتها انا وبقيت يعني كل مرة كنتستعملها لاحظت بانها زوينة وقد صفي يعني البنات اه اي مكان درسي لي هالوصفة هادي زوينة يعني احتالى بغيتي تديريها مثلا بلمت تديريها مثلا هاد الوصفة يعني ديال ازالة الشعر مثلا تديريها رجلاتك او لا تديريها الاذيك راها زوينة كتصفي كتحيد ليطاش وكتحيد التصبوغات زوينة بزافة هنا من بعد ما حصلنا على هاد الخالط به هاد الشكل هادا كيف ما كتشوفو معايا هناخدو خل التفاح كتاخدو خل التفاح تقريبا واحد من معلقة صغيرة ديال خل التفاح او لا ملعبة كبيرة ديال خل التفاح هو زوين الخل ديال التفاح اه رائع فرد الوصفة عالي سوف نخلطو المكونات كما كتشوفو معايا ديال وغندوزو لطريقة ديال الاستعمال طريقة مهمة بزاف باش يعني باش تحصلو على واحد النتيجة اللي زوينة بنسبة للطريقة اول حاجة كتحيدو الشعر الزائد من الجسم المكان اللي بغيتو تستعملو له هاد الوصفة كتحيدو الشعر من الجوتور اما كتحيدوه بالخط او لا كتحيدوه بالتاسخ مهمة تستعملو ما كتستعملوش الشفارات ديال الحلاقة ما كتستعملوهمش يناختكم تكونوا محايدين الشعر من الجوتور من بعد ما كتحيدو الشعر كتطبقو هاد الوصفة هالي مباشرة من بعد ما كتحيدو الشعر كتخليوها لمدة ديال 15 دقيقة وكتغسلو كتديروها اليوم الاول وكتديروها اليوم التاني وكتديروها اليوم التاني كتديروها تلتيام تلتيام متابعة كل النهار كتخليوها 15 دقيقة كلها يعني هاد الوصفة هادي غادي تأخر لكم من نمو الشعر او من ظهور الشعر كتأخروا وكتخفف من ذاك الشعر لكان ينوض قوي وكان قوي يعني كينوض لكم الشعر قوي غادي تخفف من ذاك الشعر ومرة على مرة انتم ما كتستعملوها بهالطريقة هادي الي عطيتكم هادي الشعر كيبدأ كيقل ليقل حتى كيولي تينوض خفيف وما تيبقاش ينوض من بعد ما كتدوموا على هاد الوصفة هادي غير كتبغيغ شوية مداومة وصفة رائعة لبنات وهي الي انا معتمدها صراحة زوينة بزاف ما ما تيبقاش شعر تينوض في ديك اليومين تلتيام وتينوض حرش ومشوك ما كيبقاش كيتعطل باش كينوض يعني كيديتل عشر ايام كتر من اسبوع باش كينوض وكينوض خفيف يعني وصفة زوينة اه رائعة من اروع الوصفات وغتجربوها وغتلاحظو الفرق وكنتمنى انكم لا تبخلوش علي بالتعليقات دي لكم زوينة وكل غيركم شكرا لكم بزاف وفي اماني الله اشتركوا في القناة